المحاضرة الماضية بدينا حلينا أمثلة على السيكونشل سيركيتس أناليسيز هلأ رح نكمل نحل كمان لتو إجزام تلزلي موجودين بالسلايدز زي ما اتفقنا للستيبس لحتى نعمل أناليسيز لأي سيكونشل سيركيت هي أول شي إنه نكتب الإنبوت إكواجينز والأوطبوت إكواجينز تبعت السيركيت بعدين نكتب الستايت تابل طبعاً الderivation تبع الستايت تابل ستريت فورورد عن طريق إنه سيمبلي ناخد أو نطبق بالإكواجينز تبعت الإنبوت والنكست ستيت وبعدين تعلمنا كيف نعمل الستايت دياجرام اللي هو نشتقه ديركتلي من الستايت تابل بهاي المحاضرة زي ما اتفقنا أو زي ما حكيت أول المحاضرة رح أول شي أحل كمان إكزامتلز على السيكونشل سيركيت أناليسيز بعدين رح نفوت على موضوع السيكونشل سيركيت ديزاين هلأ بالسيركيت اللي قدامنا في عنا أول شي لازم أحدد قديش عدد الإنبوت في عندي إنبوت واحد خارجي اللي هو إكس عندي وان آوتبوت اللي هو واي وعندي تو بيتس للستايت فعندي تو فليب فلوبس اي و بي هذا بيعطيني إنديكيشن إنه التوتال نمبر أوف ستيت لهاي السيركيت هو أربعة يا إما زيرو زيرو يا إما زيرو وان يا إما وان زيرو يا إما وان وان أول شي بنبدأ بإنه نكتب الإنبوت إكويجنز للتو فليب فلوبس دي اي هي عبارة عن الإكس أور بين الاند بين اي بتتبع الاسلاك بين اي بار وبين اكس والأوبراند التاني للإكس أور برضو بتتبع السيلك بيطلع معي بي بار فزي ما عاملين بال هنا داخلين دغري على الستيت تيبل أنا رح أمشي معكم على الكاميرا على الموبايل على الورقة أورجيكم هاو تو درايف الانبوت إكويجنز يعني هنا دي سكيبت دي سكيبت الستيب تبعت درايفينج دينبوت إكويجنز راحوا داريكت لي للستيب اللي هي درايفينج الستيت تيبل بس هو أكيد مشان يقدروا يعملوا درايفيشن للستيت تيبل نحن بحاجة انه نرسم أو نكتب الانبوت إكويجنز فالسيركت أنا بس ما رح أرد أرسمها يعني هي موجودة بالسلايد سلايد رقم 43 للسيركت الموجود سلايد 43 بدي أكتب الانبوت إكويجنز الانبوت إكويجنز مرة تانية بيكونوا بعدد الانبوت ستعيني للفلفلوب اللي عندي والفلفلوب اللي عندي أنا في عندي توفلفلوبس A و B فرح أسمي الانبوت تبعي الأولى D A والانبوت تبع الفلفلوب التاني D B D A مرة تانية بتتبع على الكمبيناتشنال سيركت اللي على الانبوت تبع D A شو الانبوت إكويجن مرة تانية هي عبارة عن أول إشي فيه AND بين A bar بتتبع السيليك وبين X So A bar and X معمولها X or مع B bar هاي كتبتها باي سيمبلي Tracing lines وأشوف شو الانبوت تبع الغيتس اللي موجودة عندي والانبوت التاني اللي هو D B الانبوت عليه هو عبارة عن X or بين A فرضو بتتبع السلاك الوايرز و B هذا الانبوت تبع D B هلأ زي ما اتفقنا بالD flip flop الانبوت اللي على D هو اللي رح يكون الnext state يعني دائما شو ما فيه على الD هو اللي رح يكون الnext state تبعت الفلب flop تبعي فبقدر أحكي بكل بساطة هاي نفسها A of T plus 1 يعني what will be saved in A next هو قيمة D A هلأ and what will be saved in B next هو قيمة B قيمة D B هلأ وأنا for short حطة A و A و B بسي هاي B of T نقدر نكتبها بطريقة تانية الإكواجين إنه بنكتب A plus equals A bar X or X or B bar فهي معناها إنه A next تساوي A currently أو the present state of A ended مع X طبعا complemented ended مع X X or مع complement تبع present state تبع بي والnext state تبع بي هي عبارة عن A هلأ X or مع بي هلأ هلأ مشان أكتب هيك كتبت الinput equations طبعا هدول هم هاي هدول هم الinput equations هلأ بس هي الفكرة إنه لإنه دي flip flop شو رح يتخزن بالstate next بعتمد على قيمة A شو رح يتخزن بالstate next بعتمد على قيمة الinput طبعا flip flop فبالتالي رح يكون هو نفسه قيمة الinput equation هي نفسها next state طبعا flip flop طبعا الشغلة التانية اللي بدي أعمالها أنا بدي أكتب output equation طبعا Y وهذا برضو بعمله by tracing simple tracing للlines هلأ هو قدامكم في NAND gate بين ثلاث السلك اللي جاي من B bar هذا السلك اللي فوق فوق والسلك التاني جاي من A bar والسلك التالت جاي من NAND X وهي كلها علي بناتهم NAND يعني هاي العملية هي عبارة عن عملية NAND 3 NAND هنا داخلين هيك الY طالع على 3 من 3 NAND gate 3 NAND gate داخل عليها 3 inputs 1 جاي لو تتبعوا السلك من B bar واحد جاي من A bar هو لافف طبعا يعني هو جاي من A bar مادينه من A bar لافف للإنبوت التاني والتالت طالع من inverter داخل عليه X فبالت هاي عبارة هاي عبارة عن NAND عبارة عن A or B or X هاي هي الـ output الـ output الـ output تبعتي وهيك بكون حصلت العلاقة بين output وبين current states وال input والعلاقة بين next states وبين current states وال input طبعا من output equation بقدر أعرف إذا هاي ميلي أو مور machine بما إنه Y داخل في الإكواجن تبعتها X معناها إنها تعتمد على الـ input وبالتالي هي هاي عبارة عن ميلي machine تمام هلأ بدي أرجع على الـ slides هنا هاي كتبنا الـ input equations تبعت هاي الـ circuit بدينا نرجع على slides ونشتق الـ state table طبعا الـ state table مرة تانية طريقة كتابته هي إن الـ inputs تعيني بحطهم plus present state أو state تبعت الـ circuit هاي circuit في إلها two bits للـ state وفي إلها one bit للـ input هلأ مرة تانية هما باستخدامين الـ two-dimensional state table اللي هي إنه الـ inputs بوفصلهم على أعمدة مش كإنبوت ثالث بيغير لي وبيزيد لي عدد للـ rose ففي two-dimensional state table دائما عدد الـ rose بيكون بيساوي عدد states واللي هو في هذا الحال أربعة عدد states الممكن للـ circuit هي دائما two to the power عدد flip-flops فأنا في عندي two flip-flops كل واحد فيهم بيخزن bit فعدد states الممكن يعني عندي two bits مخزنين لهاي circuit فعدد states يعني بمعنى آخر الـ value المخزن لهاي circuit هي أربع احتمالات أو أربع ناتجة من two to the power عدد اللي flip-flops اللي هو two to the power two ففي عنا أربعة states الآن بهذا الـ state table أنا عم بحكي إنه لما أكون بكل state لما x zero شو next state تبعتي ولما x 1 شو next state تبعتي لحتى أطلع الـ next state بعود في القاعدة أو الـ equation اللي كتبت الى خلينا بس نطبق على رو من الرows a bar اللي هي 1 and zero بطلع عندي zero 0 x or b bar b bar هي عبارة عن one 0 x or one رح يطلع معي الجواب zero فهذا الـ column كله بطلعه عن طريق إني أعوض بالـ equation a bar x x or b bar هذا الـ column برضه بطلعه إني أعوض بالـ equation تبعت b next هلأ اللي هي طلعت معنا ax or b لاحظوا فعلا هذا truth table أو sorry yes هذا truth table تبع x or اللي هو b هي عبارة عن x or بين a b فعلا zero one one zero لما بختلف ها طلعت لواحد ولما تشبهها طلعت لزيرو هاي مرة تانية من الـ equation أو الـ input equation اللي طلعت ها لل next مش الـ input equation للـ b next أنا طلعت الـ input equation وبناء عليها كتبت equation تبعت b next هلأ نفس الشي مشان اطلع a هون برضو بعود بالـ equation تبعت e next اللي هي مرة تانية a bar and x x or b bar وبعدين b نفس الشي رح تكون x or بين a b لاحظوا انه جواب b ما يختلف باختلاف x اعتمد على x فبالتالي بتطرين انه نفصل ها بعمودين مش داي الـ example اللي حلنا نهاية المحاضرة الماضية مضطرة انه افصل لما x 0 شو قيم y ولما x 1 شو بتكون قيم y وهون بعوض انا بالـ equation اللي طلعت معي للـ output اللي هي a or b or x فانا اول سطر or بين 0 0 0 هي 0 لاحظوا انه كل الـ combinations تاني بتطلع لي 1 لانه الـ combination الوحيدة للـ or اللي بتطلع 0 هي انه 3 يكون صفار otherwise لاحظوا انه كل الاماكن التانية واحد على الاقل من a b x r 1 وبالتالي عم يطلعوا معاي once هلأ لو بدأ اطلع الـ state diagram عدد الدوائر اللي بيكونوا بالstate الـ state وعدد الـ state اللي عندي هو 4 فبحط 4 دوائر 00 11 10 بعدين بسير اقول طبعا لكل دائرة عدد الـ arcs اللي طالعة منها لازم يكون 2 to the power عدد الـ inputs فانا في عندي input واحد اللي هو x فعدد الـ arcs اللي لازم تكون طالعة من كل دائرة هي 2 اللي هي لكل قيمة من x لازم احكي ايش الـ state اللي انا بروح الهب فأول حالة اذا الـ state الحالية هي 00 وقيمة x 0 بروح لوين 0 فمشان هيك اذا بتلاحظوا السهم لافف وراجع على نفس الـ state هلا لانها ميلي باشين يعني y بتعتمد على x ما في اني احط y جوة الدائرة مع الـ state لانه لكل قيمة من x لاحظوا انه y عم تختلف فانا اذا كنت بالـ state 00 ويجاني على x 0 بروح للـ state 00 هين عم بروح للـ state 00 وقيمة y لما x بتساوي 0 هي 0 فبكتب على الـ arc 0 slash 0 هذا بيعني انه قيمة x اللي نقلتني من هاي الـ state لنفسها هي 0 وقيمة y اللي هي 0 فالـ arc رايح 0 وحطيت انه قيمة x اللي بتنقلني من هون لهون هي 1 بعد السلاش بحط قيمة y لما اكون بالـ 00 ويجيني على x 1 اللي هي 1 فبالتالي قيمة y اللي حطيت على arc هي 1 و y derive بقية الـ arcs بنفس الطريقة اهم اشي انه تنتبهوا انه بالـ ميلي الـ state الوحدة اما بالـ مور ماشين اوكي سيبزي انه صار في glitch بالاتصال بنرجع نحكي هاي هيك انا كتبت الـ state diagram للـ circuit اللي شوفناها قبل شوي ناخد كمان example بهذا example انا في عندي sr flip flops وتنين edge triggered في افي اي 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 اللي اللي هو اني ابني انه ياخد set و reset و يكون edge تري هلا هذا بلوك للأمان ما مرأ معناه بس وارد انه نصنع على electronic level flip flop يكون بياخد set و reset edge triggered هلا هذا sr flip flop بيشتغل على positive edge في الو inputs اللي هن s و r خلينا نطلع على circuit بشكل عام circuit في لها one input x ولو x مكرر هون وهون يعني هو بدل ما يسحب line من هون زي هيك كرر كتابة x هون وهون وهي نفسها يعني هو نفس الinput x انا 1 اللي هو x هلأ كيف عرفت انه qa qb qa bar هدول مش عبارة عن inputs خارجيات لانه هو عحط لي label على output تبع هذا flip flop فمعناها انه qa هي state تبعت flip flop الأول فمعناها انه زي كأني انا ساحبة من compliment تبع هاي state لهذا line بس بدل ما اسحب يعني زي كأنه هاد line فعلا رح يكون مسحوب من هون بس لتبسيط circuit من رد من نكتب label بدل ما نسحب line نفسه فالإنبوت الثاني تبع الآن gate هدا qa bar which is not an external input مش input جاي من بره هاد عبارة عن q تبعت او القيمة المخزنة او يعتبد على القيمة المخزنة بالsr flip flop الفقاني اللي هي complement تبعها فمرة تانية هذا يعادل انه يمسك لي line من هون اللي هو من complement تبع q ويوصلي اياها على هاي فهذا مش external input ونفس الشي qb بما انه حطي لي label على هذا output انه هذا qb فمعناها qb refers to the state المخزنة او البت المخزنة بهذا flip flop فمما انه واصلي على هاي الor gate qb معناها زكي انه واصل من هاد output line على الor gate هاي بس مرة تانية for simpler view of the circuit هو اختار بدل ما يضل يسحب lines من نفس المكان انه يستخدم labels مشان يعرف لي كل واحد من هاي الinput شو هو فمرة تانية هاي السركت فيقلها one input اللي هو x فيقلها one output اللي هو y y هي عبارة عن الor ring بين x يعني x or لاحظوا straight forward a أو يعني qa and qb bar فمن النظر الاولى لو كان في عندي سؤال بيسألني انه هاي السركت ميلي ولا مور واضح انها ميلي لأي لانها بتعتمد على الinput اللي هو x فبالتالي اكيد this is a mili circuit it's not السركت في هاي الحالة ميلي machine هلأ مرة تانية الاختلاف بين هذا الexample والexamples اللي راحوا هو انه الexamples اللي راحوا كل اللي flip flops اللي كانوا فيها كانوا d flip flops فكنا شو نروح نعمل كنا نكتب الinput equation واحدة لكل flip flop يعني انا ما عنديش لكل flip flop غير input واحد اللي هو الاختلاف لما يصير عندي flip flop إلو أكتر من input زي هيك أنا في عندي set وreset input هلأ كالdefinition شو اللي بيصير لما أحط على set والreset في كل حالة نفس اللي أخذناه قبل بما اني مش حاط اطلق على s وال r bubble معناها ان هذور التنتين active هاي يعني مشان أعمل set حالة set هاي يجيني هون 1 وهون 0 وحالة hold هي 00 وال 1 1 هي undefin هلأ شو يفرق هذا عن اللي أخذناه قبل انه فقط موجود المربأ المثلث على input تبع clock بيقول لك انه هذا edge triggered وش مينز انه بيرد او بيغير الvalue تبعته بناء على قيمة s و r عند edge وبتغير فقط نبني من units ثانية يعني ما أخذناك كيف نبني من latches مثلا ما وصلنا لهذا design انه نبني من latches فمشان اعمل الاناليسز لهذه السيركت عدد flip flops اللي هو M2 عدد inputs اللي هو N1 اللي هي عدد outputs 1 K اللي هو عدد inputs لكل flip flops ما تهمكم الأحرف المهم اني انا قدر اني اطلع على السيركت افهمها عندي 1 input 1 output 2 flip flops كل واحد من flip flops رح يكون فيه 2 inputs فبالتالي عدد ال input equations اللي حقطر اني اكتبها هو مش 1 per flip flop 2 per flip flop فرح احتاج اني اكتب 4 input equations 1 S تبعت A 1 R تبعت A 3 S تبعت B 4 R تبعت B طيب خليني اشوف مكاتبين input equations لا انا رح اروح على الكاميرا مرة تانية على ال paper على الورقة ونكتب سوى ال for some reason ليش هذا مش مطلع لي عاليني بس اضبط وضع بنروح نكتب input equations للinputs تبعت flip flops تعيني مرة تانية رح احتاج ل 4 input equations تنتين لل flip flop الاول S A و R A وتنتين لل flip flop التاني S B و R B B بس دقيقة فلني اشوف شو المشكلة الاتصال اه اوكي طيب رح اضطر اني ما اروح على ال paper على الورقة بدي اتبع انا وياكم هلا اول ايش رح اكتب ال equation تبعت S A هي عبارة عن x and q a bar يعني بدلا ما يسميها A زي ان احنا تعودين قبل يسميها q a اللي هي state تبعت هذا flip flop ف S equals x and q a bar R هي عبارة عن S bar واللي هي عبارة عن x and q a bar عليهم كلهم bar يعني هي معمول inverse أو معمول complement للoutput تبع and so هاي كتبت الinput equation تبع S A اللي هو x and q a bar و R تساوي r a t s a bar أو t x and q a bar عليهم كلهم bar S b هي عبارة عن qb or qa bar و عليهم عليها كلها bar و r b هي عبارة عن qb or not qa هلا اذا بتلاحظوا طريقة التوصيل رح تمنع انه لا نروح لا no change state ولا invalid state لانه بطريقة التوصيل هن دائما بيوصلوا الاشي وعكسوا على S و R بس مرة تانية انا مضطرة اني اكتب equations تبعت S و R بس انا بضل حط ببالي انه هون على S داخل x and qa bar و r تساوي sa bar يعني هي عكس هاي و بضل حط ببالي انه rab تساوي qb or not qa bar و sb بتساوي rb bar لاحظوا لما اجي اجيب state table لهاي circuit الفرق بينها وبين اللي قبل d flip flop كان مريح لاني انا مجرد ما اي derived the input equation of the d flip flop زي ما عمل هون لما انا اكتب ال input equation تبعت d flip flop هيها الحلو بالd flip flop انه شو في عد d بح يتخزن ب a next فانا مجرد ما كتبت the input equation تبعت d flip flop i can write next state as a function باني اكتب انه يساوي d يعني العلاقة بين next state وبين inputs والcurrent state can be derived easily لي لانه هي نفسها d a d flip flop شو في على a next هو شو في على d هلأ فاذا انا كتبت the input equation تبعت d بكل بساطة a next هي عبارة عن d ما بتحكم في input واحد وانما two inputs يعني s و r مع بعض هم اللي بتحكم بقيم المخزنة بالflip flop فمشان اعمل derivation للvalue تبعت q next يعني مشان اطلع next state تبع a لازم اول اشي اعود بالinput equations واطلع قيم sa ra s b r b وبعدين افحص قيم sa ra s او hold اللي هي no change مرة ثانية ما كنا منحتاج نعمل هذا بالd flip flop لي لان deflip flop simply شو value تبع d هي تساوي next state يعني انت مجرد ما كتبت equation تبع d انت بتكون كتبت equation تبع next state ومجرد التعويض من هاي ال equation بتكون حسب next state تبع circuit لكن المشكلة هون اني لما اجي اكتب input equations تبع s or اوكي رح اقدر اني اطلع قيم os r في كل حالة بس مشان احكم شو next state لازم اصير اطلع على قيم s or وبناء عليها احكم انه عم يصير set او reset او hold او invalid state مش زي d flip flop خلاص d section هن ثلاثة اللي هن state ستاعيني زائد ال input فانا في عندي two flip flops لكل واحدة فيهم اسم البت المخزن qa qb فبالتالي present state تتكون من qa qb اللي هن مخزنات بهدول flip flops وانا للسركة في عندي input واحد اللي هو x نفس ما عملنا بالمهرات الماضية رح اعصف كل combinations الممكنة من current state هلأ الفكرة وين why عفكرة i can compute it easily يعني why بقدر احط values تبعتها easily ليش لانو equation تبعت y هي عبارة عن x or a and b فبكل بساطة شو بعمل باجلي بعود للvalues هي عبارة عن x and a or b zero and zero or zero zero one and zero one and sorry هي عبارة عن q a and q b or x فبالتالي بالعكس انا حكيتها قبل شوي فبالتالي الحالة اي case بكون فيها x one او بكون فيها الاندين بين q a و q b one رح يطلع الجواب one فهون x is one اكيد الجواب one لانو one or anything one هون x is zero وناتج الاندين zero فبالتالي الجواب h zero هون x is one بغض النظر عن الاندين بين a و b y رح تكون one وهون x is zero وجواب الاندين zero ف اه هي بين انا 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 اسفة بين a و not b فهون جواب الاندين one لانو هي بين a و not b ف one and not zero بتطلع one one or anything يعني حتى لو كانت الثانية زيرة رح يطلع لي one فمرة ثانية بعمل or بين x فإذا x one مع ناتج الاندين بين a b bar اللي هي high و high رح يطلع لي one واي case فيها one رح يطلع فيها الجواب one هلأ هيك طلعت y فيعني computing y أو اني اطلع الvalue تبعت y هاي ما بدها شغل اضافي مين اللي بده الشغل اضافي اني اطلع الnext state قبل لما كان في عندي d flip flop مجرد ما اعوض او اطلع الaneput equation تبعت d input كان هذا نفسه الanequation تبعت الnext state وكنت اطلع ها directly من الaneput والcurrent state المشكلة هون انه انا بطل في عندي input واحد دائما بيساوي next state انا صار في عندي two inputs s و r قيم هم هي اللي بتأثر عن next state فاني مضطرة اني ازيد هون columns زيادة احسب فيهم قيم الaneput 60 اللي هن sa ra sb rb وكيف بحسب بحسب بناء على input equations يعني شو الaneput equation تبع sa هو x and not q x sa هي عبارة x and not q a هاي zero and one zero one and one one zero and one zero one and one one والباقيات كلياتهم صفار لانه دائما q a bar رح تكون صفر فهيك طلعت انا قيمة sa هلا هو خادمني بطريقة التوصيل انه دائما اللي واصل على ra هو عكس sa فاذا انا هون بالcolumn هات طلعت sa ra هي sa complement فبالتالي هي بس عكس ونفس الشي بالنسبة sb وrb بنفس الطريقة بطلع الéquation تبعت sb وrb rb اسهل اطلعها لانها rb هي عبارة عن qb or not qa rb هي عبارة عن qb or not qa 0 or one 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 or one 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 or one one الحال الوحيد اللي حيطلع فيها output zero هو لما تكون هاي صفر وهاي واحد لانو رح اعمل zero or zero zero وzero or zero zero هلأ one or zero one one or zero one انا عم بعمل complement لك ua فطلعت قيمة rb وبرضو على هاي السيركت اللي واصل على s a هو complement s b انا اسفة هو complement تبع rb فمجرد ما طلعت rb s b هي complement تبعها اوكي 0 لانو s a r a هم اللي بتحكموا بqa لما كان present state 00 والانبوت x انا حسبت ان القيم تبعين s a r a هي one zero هاي set state فبالتالي شو رح تكون next state تبع qa one هلأ لاحظوا انه هو في طريقة توصيله للسيركت دائما عم يخلي s و complement تبعها على r فدائما قيم s و r مختلفة يعني عكس بعض فدائما رح تكون عندي الكيس يا اما set يا اما reset لاحظوا اول سطر reset is qa next zero ثاني سطر set is qa one ثالث سطر reset so qa zero البعدي set one reset 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 so zero 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 ونفس الشيء بالنسبة لqb بحسب next state بناء على قيم s b r b أول أربع سطور reset state ف 0000 السطرين اللي بعديهم set set فمشان هيك محطوط فيها one one والسطرين اللي بعديهم reset reset فمشان هيك محطوط فيهم 00 هيك بكون حسبت next state بس مرة ثانية الفرق بينها وبين d flip flop إنه ما مش d flip flop next state تساوي d فمجرد ما طلعت الinput equation بكون طلعت next state بينما بالs r flip flop next state مش نفس هالinput equation لأنه أنا في عندي two input equations لtwo inputs اللي هن s r لازم أحسب شو في على s و r وبعدين بناء على قيم s r أحكي what's next state الشغلة الثانية اللي بدي أنبهكم عليها إنه هون مرة ثانية بطريقة وصل circuit هو ضامن دائما إنه s و r عكس بعض فبالتالي دائما أنا عم بعمل reset عم بعمل set هلأ ممكن إني أنا أوصل circuit إني أجيب حالة no change يعني أحط لك على sa و r a 00 هلأ إذا جاييني على sa و r a 00 معناها إنه no change معناها إنه q a next تساوي q a هلأ فمجبور أنت أنك تروح تطلع على قيمة q a هلأ وتكررها تحطها زي ما هي على next state هذا إذا كان وارد إنه ينحط no change state وكل الأحوال لازم نضمن إنه أبدا ما هلأ بناخد موضوع اللي هو l-equivalent states l-equivalent states هي إنه وارد جدا إنه يكون two states equivalent ومعنى اشين equivalent يعني متساويات هلأ متى ما يكون في عندي طبعا مرة بس مشان أقل توضيح هون state diagram we derive it from the state table بنفس الطريقة اللي أخذناها قبل بما إنها milimachine رح يكون output محطوط جنب ال-input على l-arc مش جوا ال-state نرجع على l-equivalent states two states are said to be equivalent إذا كان ال-response تبعهم for each possible input sequence is identical يعني شو يعني two states بيعتبروا متساويات إذا كان الطريقة التصرف هاي ال-state لكل ال-input الممكنة نفس الشي وبتطلع نفس ال-output لكل ال-input الممكنة ف two states are equivalent if their outputs produced for each input symbol is identical and their next states for each input symbol are the same يعني two states نحكي إنهم متساويات إذا كانوا لكل input combination ممكنة تيجي عليهم بيطلعوا نفس ال-output values وبودوا ع نفس ال-next state خلينا نشوف كيف بهذا ال-example طبعا الأول إيش نشوف مين فيهم equivalent هذول ال-state states وبس بعد ما نحكي إنه مين فيهم equivalent نقدر نحكي شو نقدر نعمل إذا كان في عندي equivalent states هلأ لاحظوا إنه S0 اللي هو state 0 يعني لاحظوا إحنا هون مش حطين إيش ال-values تبعت ال-states عوضين عنها برموز إنه هاي S0 S1 S2 S3 هلأ وارد إذا بدي أعوض مكانها برموز هاي ب-values أنا أسفة هاي 00 هاي 01 هاي 01 01 01 هاي the most straightforward way إني أعوض مكان state ب-actual values يعني القيم المخزنة إنه أنا في عندي circuit هاي sequential circuit ممكن إنها تخزن أربع قيم واحد من أربع قيم فهو القيم عبر عنهم ب-variables بس أنا بقدر إني أعوض مكانهم ب-actual values اللي هي مثلا 00 01 01 01 01 بس خلينا نمشي معاه إنه مش معطيهم قيم actual معطيهم أسامي فأنا إذا كنت ب-state 0 إذا إجاني 0 بروح ل-state 0 وبطلع 0 وإذا إجاني 1 بروح ل-state 1 وبطلع 0 إذا كنت ب-state 1 وإجاني 0 بروح ل-state 0 وبطلع 1 وإذا كنت ب-state 1 وإجاني 1 بروح ل-state 3 وبطلع 0 هلأ let's test إذا S0 وS1 are equivalent كيف بعرف إنهم equivalent أو لا بقول S0 لما يجيها 0 ل-where بتروح ل-S0 S1 لما يجيها 0 ل-where بتروح ل-S0 بداية كويسة طيب S0 لما يجيها 0 وتروح ل-S0 شو بتطلع على output 0 S1 لما يجيها 0 وتروح ل-S0 شو بتطلع على output 1 ما بكمل خلص they are not equivalent لازم لشان يكونوا equivalent لكل input محتمل يوديني على نفس المكان ويطلع لنفس output ف-S0 و-S1 are not equivalent هلا بدأ روح ل-S3 أو خليني نروح ل-S2 S2 إذا إجا عليها 0 إذا إجاني input 0 بتوديني ل-S0 وال-output is 1 و-S2 نفسها إذا إجا 1 بتوديني ل-S2 نفسها وبتطلع 0 خليني أقرنها مع S1 S1 إذا إجا ها 0 بتروح ل-S0 بتطلع 1 و-S2 إذا إجا ها 0 بتروح ل-S0 بتطلع 1 إذا إجا هم 0 هذول التين تين عم يتصرف بنفس طريقة طيب الحال الثاني ما بكفي بس إني أفحص لما يجي هم 0 بدي أفحص الحال الثاني S1 إذا إجا 1 بتروح ل-S3 وبتطلع 0 S2 إذا إجا 1 بتروح ل-S2 بتطلع 0 لأنه إذا إجا 1 بتضل ها ب-S2 بس إذا إجا 1 بتروح ل-S3 هلأ ناخد S3 S3 إذا إجا 0 بتروح ل-S1 وبتطلع 1 وإذا إجا 1 بتروح ل-S2 وبتطلع 0 إذا قارناها ب-S2 S2 إذا إجا 0 بتروح ل-S0 بتطلع 1 و-S3 إذا إجا 0 بتروح ل-S0 بتطلع 1 هاي أول input value عم يطلع نفس الشي وبروح لنفس المكان S2 إذا إجا 1 بتضل ها بتروح ل-S2 وبتطلع 0 و-S3 إذا إجا 1 بتروح ل-S2 بتطلع 0 So S2 and S3 are equivalent So بهاي state diagram من equivalent S2 S3 متى من نعتبر أنه input combination ممكنة بيروح وودوني لنفس ال-Next state وبتطلعوني نفس ال-Output وهذا اللي لاحظنا على S2 و-S3 طيب شو بستفيد إذا كان في عندي لهاي السيركت لل-State diagram لما رسمته لقيت إنه في equivalent states إذا كان في عندي equivalent states أنا بقدر بدأ بدل ما أحط 2 different states أدمجهم ب-State واحدة يعني لماذا أحط two states من فصلات طالما هذول two states عم يتصرفوا نفس الشي لكل input combinations الممكنة فال-Optimization اللي منقدر نعملها لما يكون في عندي equivalent states إني أدمجهم ب-State واحدة وأعبر عنهم ب-State واحدة بدل ما أعبر عنهم بأكتر من-State طبعا هم بهاي السلايد بشرحوا الحكي اللي حكيتو قبل شوي إنه إذا لحظنا state S2 S3 the output for input 0 is 1 and for the input 1 the output is 0 التنتين نفس الشي التنتين لما يجيهم input 0 بيطلعوا output 1 والتنتين لما يجيهم input 1 بيطلعوا output 0 والتنتين لما يجيهم input 0 بروحوا على S0 والتنتين لما يجيهم input 1 بروحوا على S2 so they are equivalent هلأ مرة تانية شو بيستفيد من وجود equivalent states إني بدل ما أدمجهم أو سوري بدل ما أعبر عنهم بstate 2 states من فصلات ما هن equivalent يعني التنتين بتصرفوا بنفس الطريقة لكل الresponse لكل الانبوت الممكن فبالتالي بدل ما أعبر عنهم ب2 separate states سوري بدمجهم بstate 1 كيف إنه S2 S3 بدمجهم بstate 1 اللي هي S2 بس بدي أنتبه إني أحافظ على الأرز اللي كانوا داخلين بS2 S3 شو يعني يعني أنا هدول التنتين دمجتهم مع بعض لاحظوا هلأ كيف كانوا يشتغلوا أول إشي شو كان طالع منهم التنتين كانوا إذا إيجاهم صفر يروحوا لS0 ويطلعوا 1 فالstate اللي دمجتهم فيها بخليها إذا إيجاها صفر تروح لS0 ويطلع 1 هاي حافظت على أول arc طالع التنتين كانوا إذا إيجاهم واحد يروحوا لS2 ويطلعوا 0 فباسيكلي هي بدأ تروح لنفسها يعني لما يجيها 1 بدأ تروح لS2 ويطلع 0 هلأ بيضل بدي أحافظ على شو كمان غير الأرز اللي طالع هدول يعني هدول كلهم أنا خلص هدول التنتين 2 أرز بدلتهم بواحد وهدول 2 أرز اللي هن لما بيضل بدي أحافظ على الأرز اللي كانوا داخلين أي أرز كان داخل على S3 أو على S2 بدخلوا على الستيت اللي بدلتهم فيها فهون هدول التنتين كان داخل عليهم أرز واحد اللي هو كان داخل على S3 بحافظ عليه وبخلي S1 تروح لS2 إذا كانت 1 الانبوت والأوتبوت بتطلع 0 فأمرها ثانية إذا كان في عندي اكوبلنط شرط إني أحافظ على صحة الأرز اللي طالعة فبدل ما يكون في عندي 2 أرز طالعين لما الانبوت 0 ببدلهم بأرز واحد وبدل ما يكون في عندي 2 أرز هدول عم يعملوا نفس الشغل عم يروحوا لنفس الستيت ببدلهم بأرز واحد وبشوف أي أرز داخل على S3 أو S2 بدخل وبرد أو بحافظ عليه أنه يدخل على الـ equivalent state اللي صارت عندي الغريب بالموضوع أنه مرات بعد ما تعمل damage لبعض الـ states مع بعض تيجي بتتطلع على يعني هاي نحن عملنا optimization لأنه عدد الـ states صار أقل انتبهوا إذا صار عدد الـ states أقل وارد أنه عدد الـ flip-flops اللي بحتاجهم يصير أقل إذا أنا قلت لكم قبل أنه عدد الـ states يساوي 2 to the power عدد الـ flip-flops فالعلاقة بناتهم عكسية يعني إذا أنا أعطيتك هاي السيركت قلت لك في عندي الأول إشي بدلشنا فيها في عندي 4 states وسألتك what is the minimum number of flip-flops required to store these states in the sequential circuits represented by the state diagram بدك تطلع على عدد الـ states بتقول أربعة مشان أعمل أربعة states يعني ذكي إنه أربعة بحتاج على الأقل لـ 2 bits 2 bits هدول بحتاج مشان أخزينهم لـ 2 flip-flops فدائما العلاقة بين عدد الـ states اللي بالـ circuit وعدد الـ flip-flops هو إنه عدد الـ states يساوي 2 to the power عدد الـ flip-flops فإذا أنا بدي أعمل 4 states I need 2 flip-flops فلهاي السيركيت أنا بحتاج لـ 2 flip-flops هلأ وارد جداً لما تقلل عدد الـ states إنك تقلل عدد الـ flip-flops اللي بتحتاجهم وبالتالي تقلل الكوست تبعة السيركيت لما أنا قللت عدد الـ states لـ 3 خلينا نتطلع هل بقدر إني أخزن أو أجيب 3 combinations وبالتالي يعني أخزن 3 different combinations بـ 1 flip-flops لا نرجع لنفس القاعدة اللي أخدناها مشان أعمل 3 combinations يعني مشان أعمل 3 codes الـ states هم معبارة عن codes مشان أعمل 3 different states I need على الأقل 2 flip-flops يعني زي ما تعلمنا من قبل بروح على أقرب power of 2 أكبر من العدد اللي بدي إيالي وهو أنا بدي 3 states بروح على أقرب power of 2 أكبر من الثلاثة اللي هو الأربعة وبقول شو اللوقت تبع الأربعة بيطلع معي 2 فالـ minimum number of flip-flops اللي بحتاجه still مشان أعمل هاي السيركيت هو 2 ما قلل عدد اللي flip-flops لكن اللي بدي إياكم تنتبهوا عليه إنه بعد ما ندمج أحياناً بعد ما ندمج الـ states مع بعض بعد ما ندمج الـ equivalent states مع بعض ممكن يصير في عندك مجال لـ optimization أكتر إنه بعد ما تطلع يعني بعد ما تتدمج هدول الـ states مع بعض يصير في عندك states ما كانوا equivalent يصيروا equivalent يعني قبل شوي أنا لما اطلعت النظرة الأولى على هذه الـ state diagram تلع معي بس S2 S3 equivalent فدمجتهم مع بعض هلأ ما توقف عند هاي الـ step رد افحص الـ states تعينك لأنه وارد جداً إنه بعد تدمج هدول الـ states مع بعض يصير في عندي equivalence بين الـ states اللي طلعت وواحدة من الـ states اللي كانوا موجودين أردي هلأ كيف هلأ S0 و S1 نحن من أول مش equivalent مع بعض بدي أفحص S0 مع S2 S1 لأنه ما صار عليها تعديل هلأ S0 لما يجيها 0 بتروح لـ S0 بتطلع 0 S2 لما يجيها 0 بتروح لـ S0 بس بتطلع 1 فهدول مش equivalent قليلاً نشوف S1 و S2 S1 لما يجيها 0 بتروح لـ S0 بتطلع 1 و لما يجيها 1 بتطلع بتروح لـ S2 بتروح لـ S2 بتطلع 0 طب خلينا نفحص S2 S2 لما يجيها 0 بتروح لـ S0 بتطلع 1 سو نفس الـ response تبع S1 و S2 لما يجيها 1 بتروح لـ S2 بتطلع 0 اللي هو نفس الـ response تبع S1 سو بعد دمج هدول هدول الـ two states صارت الـ state الجديدة و S1 equivalent فبقدر إني إيش أعمل به هدول الـ two states إني أدمجهم بـ state واحدة هاي الـ state إذا إجاها 0 بتروح لـ S0 وبتطلع 1 وإذا إجاها 1 بتضلها مكانها وبتطلع 0 فبتصير معي السركة كيف شكلها بعد ما أدمجهم مع بعض بهذا الشكل طبعا لازم أحافظ على أي arrow أو arc كان داخل على واحدة من هدول الـ state فحافظت على الـ arc اللي كان طالع من S0 ورايح لـ S1 وحافظت على وحافظت على الـ arcs اللي كانوا طالعين بإني بدلت هدول الـ two arcs بـ arc 1 طالع من الـ state اللي دمجتها وهدول الـ two arcs بـ arc 1 طالعوا داخل على الـ state نفسها اللي دمجتها هلأ لاحظوا وهون صار عدد الـ states اتنين وأنا مشان أعمل two different states أو two different combinations بيكافيني one bit يعني بيكافيني flip-flop واحد فبالتالي أنا قللت الـ cost تبعة السيركت تبعتي فهون by applying أو by eliminating equivalent states together أو by combining equivalent states together ممكن في بعض الأحيان إني أقلل عدد الـ flip-flops اللي بحتاجهم وبالتالي أقلل الكوست تبعة السيركت اللي بدي أبنيها أوكي أوكي طيب مطلوب مننا هون كفاينل إكسرسايز إنه تدرايف the state diagram of the following circuit أول إشي مبدئيا is this a mili circuit or a more circuit بدك تروح على الأوتبوت ستعين هاي السيركت اللي هي ملهاش غير أوتبوت واحد إذا الأوتبوت باعتمد فقط على الـ state بيكون مور وإذا الأوتبوت لا هو عبارة عن equation في يعني باعتمد على الـ input فبالتالي بيكون ميلي هلأ هذا الزد اللي هو الأوتبوت التبعي باعتمد فقط على A فبالتالي Z equals A فthis is a مور ماشين أوكي هلأ الجديد في هاي السيركت هو إنه flip-flops اللي عم نستخدمهم فيه لهم direct reset input direct reset input اللي هي إذا تذكروا شو إذا إيجاني على الـ R تبعت كل flip-flop بيبقينها active low صفر فبالتالي راح ينعمل reset لهذا flip-flop إنه يصير صفر الـ value المخزنة فيه وهذا نفس الشي وهذا نفس الشي هلأ الفكرة وين إنه إذا أنا بدي أعمل reset لهذول flip-flops زي كإني فيه كبسة إذا فيه كبسة مثلا للجهاز عم بعمل reset للجهاز اللي بيصير إنه لما هاي الكبسة تنكبس إذا بتلاحظوا هذا اللاين اللي واصل على الر الـ تنكبسة تعين الفلip-flops عم يوصل السيليك على وين على الجراوند يعني لما هذي السويتش تتسكر الـ reset input راح يصير واصل على الجراوند فبالتالي راح يوضحين وصل على الـ reset input تعين هدول الفلip-flops zero وبما إنها active low راح ينعمل reset لهدول الـ flip-flops طالما هاي الكبسة مكبوسة راح يضل واصل على هدول الثلاثة zero 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 فبغض النظر زي ما شرحتي لكم لما أخذنا الـ direct input شو بيجي على clock وشو بيجي على d راح يضل محطوط في هدول الـ three flip-flops zero 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 طبعا لاحظوا إنه أنا عندي three flip-flops three flip-flops يعني عندي three bits بيكونوا الـ state طبعتي يعني الـ state طبعتي بتتكون من a, b, c وبالتالي عدد الـ states يعني بما إنه state bits هنه ثلاثة فعدد الـ states الممكن لهاي circuit هم 8 يعني zero 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 يعني zero zero one يعني zero one zero اللي نحن نعرفهم zero one 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 zero zero one zero one 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 zero one one هلأ هون هو عم يسألني what is the recent state يعني إيش الـ state اللي رح ينحط فيها هاي circuit بمعنى آخر شو الـ values تبعت a, b, c لما ينعمل reset لهاي circuit الجواب هو إنك بدك تتبع إنه لما reset لما ينعمل reset رح ينوصل على هدول three inputs 0, 0, 0 معناها عم ينعمل reset لهدول three inputs يعني الـ state أو الـ operation اللي حتصير على هدول three flip-flops reset 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 فبالتالي a رح يكون قيمتها 0 وب رح يكون قيمتها 0 وc قيمتها 0 فبالتالي الـ reset state هي 0, 0, 0 هلأ هالواردة تكون الـ reset state إشي تاني أحل لكم بمحاضرات بمحاضرات حل الأسئلة كيف يكون الـ reset state إشي تاني ممكن أكون واصلة على الـ set تبعتها بدل ما أكون واصلة على الـ reset تبعتها فبتصير reset state 1, 0, 0 طبعا a is the most significant بس زي ما كنا نتعلم لما كنا ناخد variables عاديين دائما نعتبر أنه الـ variable اللي مستخدمينه للـ state اللي بترتيب الألفاباتك أول واحد هو most فالـ state تبعتي تتكون من a, b, c من الشمال لليمين فإذا إجيت حطيط لك state direct input وحطيت عليه bubble وهذا الـ set بدل ما أوصله على الـ reset وصلته على الـ set بتصير الـ reset state مش 0, 0, 0 بتصير 1, 0, 0 وهذا من نقشه بمحاضرة المراجعة هلأ مشان يحلوا هاي السيركت أول إشي مرة تانية طبعا هو أول إشي نحنا جوابنا تسؤالين هيك عرفنا شو الـ reset state بدون لأحل السيركت كاملة وعرفت إذا السيركت مور أو ميلي بس من معادلة Z الـ output equation تبع Z زي ما اتفعنا هي simply عبارة عن A هلأ باجي بتطلع على السيركت بدور على inputs بلاقي هاي السيركت ما إلها inputs يعني ما إلها external inputs طب ممكن sequential circuit يكون ما إلها external inputs آه وارد هاي السيركت بنعملها reset أول ما تبلش بحيط إنه state تبعتها تصير 0, 0, 0 وبعدين بتصير تشتغل لحالها يعني next state اللي رح تصير في كل clock cycle تعتمت فقط على current state ما في input خارجي بتحكم بالسيركت فمرة تانية هاي السيركت مجرد ما ينعمل لها reset بحيط إنه A والB والC صيروا بالreset state اللي هي الحالة المبدئية لهاي السيركت مجرد ما تنحط ABC 0, 0, 0 بيصير next state كل مرة بالnext clock cycle لهاي السيركل هي عبارة أو تعتمد فقط على current state تبعة السيركل ما في input يتحكم فيها فعدد الinputs اللي عندي هون إيش 0 ما عندي inputs فالinputs are none outputs are z وفي عندنا three state variables اللي هنه A و B و C الانيشياليزيزيشن هو للstate 0, 0, 0 هلأ إيش بدي أعمل بدي أكتب الinput equations how many input equations I need ثلاثة D A و D B و D C يعني D تبعة A والD تبعة B والD تبعة C D A شو الإكواجن تبعة ها بتتبع الlines الاند بين مين ومين الاند بين ممشي بالline لأوصل لأوله B So هون هون في عندي B والباريابل التاني اللي هو C So D A الإكواجن تبعتها هي B and C فكتب الاند بين تبعت D A هلأ لاحظوا أنا أول ما أكتبها بكتب D A يعني هاي عبارة عن D A الاند بين تبعت أول flip flop بس زي ما قلت لكم قبل شوي لأنه D flip flop الnext value تساوي D فهو تجاوزا دغري شو كتب A of T plus 1 اللي هي نفسها D A اللي هي نفسها B C وبنفس الطريقة اتبع الاند بين الاند بين دبع طبعا كيف اتبعها يعني اتبع هاي السيركت طبعا هاي السيركت هي عبارة عن إيش لما يتبعها هي عبارة أنا بديش اتبعها لسلاك بس لما اتبعها هو طلعت معا انه بي بار سي او بي سي بار ونحنا بنعرف انه هاي الشكل هو تبع الـ XOR فبالتالي بي بار سي او بي سي بار هي نفسها الـ XOR فكتب انه بي انه معادلة الدي بي هي بي XOR مش لانها هي معمولة XOR هون بس مشان يسهل على حاله لما يجي يحسب الnext state تبعت بي وبنفس الطريقة لانه هذا دي flip flop فالبي نكس تساوي الدي بي حاليا بكل بساطة كتب انه معادلة دي بي هي نفسها معادلة بي أوف تي بلس ون وبعدين كتب معادلة C اللي هي DC اللي هي نفسها C أوف تي بلس ون اللي هي الاندنك بين نط مش عارف مين ونط مش عارف مين اللي هو التبع الاسلاك اللي هي نط A نط C حلق من هون خلص الباقي سهل اللي هو شو بدي يعمل بدي يعمل بس الجديد بالموضوع انه الست تابل حلاقي انه ما في inputs يعني احنا متعودين قبل انه يكون في عندي على الاقل input واحد فبالتالي كنا نصف الست variables بعدين نحط ال ونصير نحكي لكل من الست variables يعني لكل state إذا إجاني input فقط على current state فبالتالي مشان اطلع الnext states انا بس بطبق المعادلات اللي هون اللي هي بتاعتمد فقط على current state ما فيش input فمثلا a next هي عبارة عن b and c مشان اطلع a next بعمل ending بين b and c 0 and 00 0 and 1 00 1 and 00 1 and 1 وبتاحت كمان نفس الشي الوحيد اللي حتطلع وان هي one and one والباقيين بحسبهم بنفس الطريقة بناء على ال input equations الموجودة هون بعدين مشان اطلع state diagram الجديد عندي هون ب state diagram انه بما اني ما عندي inputs فعدد ال inputs is 0 فعدد ال arcs اللي رح يكون طالع من كل circle هو 2 to the power 0 يعني 1 arc لانه ما في two inputs بحيث انه احكي اذا 00 او 00 او 00 او 00 بما انه ما عندي inputs فدائما من كل state ال present station اروح ل next state فيش غير احتمال واحد يعني اذا انا دائما وين بروح على 001 اذا انا دائما وين بروح على 00 فالجديد في الموضوع هون انه كل circle رح يطلع منها arc واحد اللي هو الاحتمال الوحيد اللي اذا كنت بهذا state وين اروح الى next state اللي هو هذا ما عندي input يطلع لي اكتر من احتمال اروح عليه فاذا بتلاحظوا اول اشي ورجاني طبعا نحنا بالstate diagrams بشا نقول انه هاي البداية منحط جنبها سهم منقول انه هاي reset شو معنا انه هاي circuit معمولة بحيث انه لما ينعمل الهري set اللي هي هاي circuit المعمولة لما ينعمل الهري set نبلش من state 0 0 0 فعلى state diagram بعبر عن هذا الاشي اني اقول انه هاي circuit لما ينعمل الهري set رح نبلش b a b c 00 هلأ لاحظوا النقل من كل state للstate التانية ما في اكتر من arc طالع من state لانه اذا انا ب 00 دائما وين بروح على 001 فبالتالي هاي بروحت على 001 اذا انا 001 وين دائما بروح على 010 اللي هي هاي 010 اذا انا 010 هاي اجيت على 010 وين دائما بروح على 011 بعدين اذا انا 011 وين اذا انا 100 وين برجع على 000 هلا لاحظوا انه في loop معمول بين states معينين والstate البقين اللي هاي 101 110 111 فيه لهم مكان يروحوا عليه انا بضيفهم على state تابل اللي هي هاي هاي بضيف circle تبعت 101 انها دائما بتروح على 010 وبضيف circle تبعت 110 انه دائما بتروح على 010 وبضيف circle تبعت 111 انها دائما بتروح على 100 بالنسبة للoutput بما انه اصلا ما عندي input فاكيد هي الcircuit اللي ما فيها input اكيد output is more لانه فيش input يعتمد عليه والZ بتساوي دائما الA فلاحظوا انه دائما الزي عم بتساوي اول بت من هون هاي 00 اللي هي 00 00 فبحط Z جوا الcircuit مش براها هلا هون في هاي الحالة لاحظوا انه الcircuit اذا عملها reset يعني اذا خلينا الcircuit كبسنا الكبسة تبعت الريست وخليناها تبلش من 00 00 يعني هي رح تعد رح تبلش من 00 رح تروح لين 001 بعدين رح تروح لين 010 هي ما عندهاش input تعتمد عليه هي دائما اذا كانت 00 بتروح ل 001 بعدين 010 بعدين 011 بعدين 1 00 بعدين عم ترجع ل 00 فمعناها انه في states اذا circuit is normal operation يعني بالوضع الطبيعي ما صار ش في خلل مستحيل توصلي لهم يعني ال101 وال110 وال11 هدول states مستحيل السيركت مجرد مبلشت شغل عملنا لها reset هي بتبلش من ترجع لهون فهي مستحيل تروح على هدول ال3 states هدول ال3 states مسميهم unused states ليش لأنه مستحيل السيركت تبعتي توصل لهم بطريقة الoperation تبعتي السيركت هي بنعمل الهريسة انها تبلش من 00 وبتصير بعدين لحالها تنقل من state ل state بدون input ومجرد ما توصل للرقم 4 له 100 عم ترجع ل 000 فعمرها ما راح توصل له هدول ال4 ف هم all states used لا they are not all used there are 3 unused states مين هن هن ال3 unused states اللي هن 101 110 11 ومشان أعطيكم indication أكبر عن هاي السيركت هاي السيركت بتعمل إشي مفيد هلأ هاي السيركت لاحظوا أول ما تبلش بتبلش بالstate مخزنة 000 اللي هي decimal تعادل 0 هلأ هي بعدين في next clock cycle رح يصير فيها 001 اللي هي قديش بالdecimal 1 فمعناها أول إشي القيم رح تكون مخزنة 0 بعدين 1 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين عم ترجع لوين للصفر بعدين مرة تانية هاد 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 السيركت هاي السيركت هو إيجا إشي جدا مفيد اللي هو منسمي counting this is a counter هاي السيركت عم تعد 0 1 2 3 4 طبعا الانتقال بين state و state تذكروا إنه بتم متى على positive edge تبعا الclock يعني كل positive edge للclock أول ما نبلش رح يكون التلاتة فيهم 0 0 0 على positive edge التانية رح ننتقل 0 0 1 اللي هي رح يصير مخزن 1 على positive edge يعني كل clock cycle هاي السيركل عم تعمل counting للnext count بس لاحظوا إنها بتعد بس للأربعة وبترد من أول وجديد تلف من أول وجديد للصفر معناها إنها ما عم تكمل للكاونت خمسة أو ستة أو سبعة هيك بكون أنا خلصت السيكوانشل سيركت أناليسز بتمنى إنكم تحاولوا إنكم تطلعوا على لما تحضر التسجيل رح تسمع أني أنا بقول لك يريت إنك تحضر التسجيل بس يريت لي ما عنده أي أسئلة إنه يسألني وبكرة للأسف رح يكون كمان في عنا كمان محاضرة ما عليش استحملوني أي حد عنده أي سؤال بليز إنه يبعتلي على التيمز وأنا إن شاء الله رح أعمل محاضرات إضافية الأسبوع الماضي لحل الأسئلة ولإجابة أسئلتكم شوفكم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء